السلام عليكم ازايكو عاملين ايه اتمنى تكونوا خير ان اردى رجعت لكو بفيديو ريفيو بديد وهو عن ناكية 6.2 وفي البداية عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات وتسيبوا كومنت حلو علشان الكمنتات الحلوة تحفزني انو اكمن لنشر الفيديوهات ان شاء الله هنرد على كل الكمنتات بتاعتكو ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة على القناة وبس كده يا صاحبي يلا بينا على الاربيو ورجعت لكو تاني ويلا نبدأ بالاربيو عايزين نعرف ايه هي مواصفات التليفون خامات التليفون بتيجيب طبقة من زجاج وزن التليفون 180 جرام بيدعم الراديو اف ام والان اف سي بيدعم شرحتين اتصال من النوع نانو سان بيدعم شبكات اتصال شاشة نوتش على هيئة الووتر شروك بمساحة 6.3 انش جودة الاف اتش دي بلس بدقة 2280 في 1080 بيكسل بتدعم ابعاد العرض 19 لتسعة مع طبقة حماية على الشاشة من النوع كورنين جوريلا جلاس جيل الثالث وبتدعم شاشة لوضع عشان تحافز على عينيك من الاشعة الزرقه بتاعت التليفون تليفون بيجيب 3 اصدارات الاصدار الاول بيجيب زاكرة سلبا بساعت 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بساعت 3 جيجا رام الاصدار الثاني بيجيب زاكرة سلبا بساعت 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بساعت 4 جيجا رام الاصدار الثالث بيجيب زاكرة سلبا بساعت 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بساعت 4 جيجا بايت بدعم تركيب كارت مموري حتى 512 ديجابايت معالج التليفون هو سنار دراجون 636 تقنية ال 14 نانو مع معالج رسومي من النوع ادرينو 509 الكاميرا الامامية بتقط 8 ميجباكسل فتحت عادثة F2.0 الكاميرا الخلفية بتجيب كاميرا سلسية الكاميرا الاولى بتقط 16 ميجباكسل فتحت عادثة F1.8 الكاميرا التانية بتجيب تقط 8 ميجباكسل فتحت عادثة F2.2 للتصوير Ultra Wide الكاميرا التالتة بتجيب تقط 5 ميجباكسل فتحت عادثة العزل والبورتري والكاميرات بتجيب من Zeiss Optics مع فلاش من النوع لد بيدعم الماكروفون السنوي الحاص بأعزل الدوضاء بيدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في السنية بيدعم تصوير FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في السنية بيدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في السنية منفذ USB بيجي من النوع الأحدث وهو الـ Type-C مع دعمه لخصية OTG منفذ الثلاثة ونصر خاص بسماعات الأذن بيدعم أعلى التلفون بيدعم مستشعر بصمة وبتجي في دهر التلفون البطارية بسعة 3500 ميلا أمبير بيتوفر بألوان الأسود والفضي بيجي بنظام Android 9.0.5 بالأندرويد الخام الـ Android 1 بيجي على مميزات التلفون منفذ USB من النوع Type-C أفضل من منفذ Micro USB أندرويد الخام هيضمن لك الثلاثة في الاستخدام مع حماية أفضل بتحديثات أسرع بيدعم التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد تقدر تغير زر المساعد جوجل الصوتي لإختصار أي تطبيق ثاني مختلف على حسب الرغبة الشاشة ممتازة مع دعمها لطبقة حماية من النوع Gorilla الجيل الثالث تيجي الشاشة بشكل Notch على هيئة Waterdrop تدعم Pure Display بس لازم تفعلها الأول من L-Stains بيجي على عيوب التلفون ما بيدعمش الشحن السريع حواف الشاشة الكبيرة بروز الكاميرا الخلفية اللي هيخليها معرضة للخدش والكسر التلفون معرض للتبصيم والاتساخ بسهولة جدا بسبب أن إخلامات التلفون من الزجاج ارتفاع سعر التلفون نسبيا ما فيش شاحن سريع في القلبة ليجي لسعر التلفون السعر 3200 جيلي من نسخة 64 جيجا مع 14 جيجا ده متوسط السعر ممكن تلاقوه بيزيد عن السعر ده أو بيقل على حسب المحل وكده يا صاحبي أبقى وصلت لنهاية الفيديو وانتنساش تمن لايك للفيديو وتشترك فيه القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة على القناة تابعوني على صفحاتي على كيس بوك انستجرام تويتر تيك توك سعب لك اللينكات في الديسكريبشن وتشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد والسلام عليكم